استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر عددا من أفراد عائلة الزياني يتقدمهما السيد جاسم بن عبد الرحمن الزياني الذين رفعوا شكر والتقدير لسموه على مؤساتهم في فقيد العائلة شوق أحمد الزياني طيب الله ثرى دعنا المولى عز وجل أن يحفظ سموه ويرعاه لإكمال مسيرة الخير والازدهار في المملكة وخلال اللقاء أشار السموه إلى أن العلاقة التي تربط بين مكونات شعب البحرين ستظل متينة فهي علاقة راسخة تتكئ على مخزون تاريخي تستمد منه قوتها دعيا سموه الجميع إلى العمل على دعم هذه العلاقة وتأصيل قيم التواصل والترابط التي أسهمت في تشكيل المجتمع في إطار منفرد ينضوي فيه الجميع تحت إطار العائلة الواحدة وقد تبادل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع عائلة الزياني الأحاديث الودية حيث نوها سموه بالدور الهام للعوائل التجارية في المسيرة الاقتصادية والتنموية في المملكة ومساهماتها البارزة تاريخيا في تنشيط الاقتصاد وإيجاد المزيد من فرص العمل لاستعاب الكوادر الوطنية وأثناء سموه على دورها في تنشيط الحركة التجارية وإسهاماتها في بناء قاعدة اقتصادية قوية منوها سموه في هذا الصدد بدور عائلة الزياني الرائد في المنظومة الاقتصادية والاستثمارية الوطنية اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة